السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأطفالي كيجيتون معاكم ميس هند من مدارس بدريتيجرز الخاص دلوقتي هنرجع مع بعض نوافز اللغة العربية عايزين نركز كده ياولادة علشان ايه نقلم تحين ان شاء الله أول سؤال معانا بيقول اكتب حرف المد لكل كلمة عندنا انواع المد تلاتة نرجع مع بعض مد بالألف ومد بالواو ومد بالياء هنقرأ مع بعض الكلمات ونشوف كل كلمة فيها مد بايه أول كلمة عندنا في يار في يار فيها ايه فيها مد بالألف أحسنتم بعد كده عندنا نجوم نجوم فيها ايه مد بالواو طيب دروس دروس ايه احسنتم ايه احسنتم فيها مد بالواو نبس مع بعض على الكلمات اللي بعد كده كلمة فييل فييل ايه ايه احسنتم بالياء طيب عصير عصير فيها مد بالياء احسنتم شباك ايوة فيها مد بالالف نبص على السؤال اللي بعده بيقول حدد الحرف الاول للصورة حسب الصوت دال ولا ضد احنا عارفين ان الدال والضاد صوتهم متشابه بنتلغبط فيهم بس بنقدر نفرق بينهم بان الدال حرف رقيق والضاد حرف قوي هنبص مع بعض على الصورة الاولى عندنا بيقول ضف دع ضف دع دو 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 صوتها قوي بحرف الدود طيب دو دب دو دب حرف الده احسنتم نبص على السؤال اللي بعده بيقول صل دلوقتي عندنا صور فيها ايه مدود عندنا المد قولنا الف ووا ويا احنا هنبص على اول صورة والصورة هنشوف فيها مد بايه ونوصلها اول حاجة عندنا بطيخ بطيخ ايوة فيها مد بالياب نبص على الصورة اللي بعدها رمان رمان ايوة فيها مد بالالف بعد كده ريشته ريشته ايوة فيها مد بالياب طيب نبص على الصورة اللي بعدها نجوم نجوم فيها مد بالواو طيب الصور اللي قصدها تمساح تمساح ايوة فيها مد بالالف عندنا توت توت مديت مد بالواو عندنا تاج تاج فيها مد بالالف اخرها حاجة صورة عندنا صلحفاة صلحفاة فيها مد بالالف نبص على السؤال اللي بعده عندنا بيقول اكتب اسم الصورة هنبص على الصورة وهنشوف الصورة دي وكلمة حروفها ايه اول صورة معنا كي كي كرد كي كي كرد ايوة القاف صوتها متشابه مع الكيف بس القاف صوتها قوي الكاف صوته رقيق كي كي ايوة قاف كي 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 هنا ايه كيف الصوت اللي احنا سمعنا ده كيف كي كيف قصرة كي التا صوت التا كي التا انا طولت هنا صوت التا يبقى الف مد بعدها كي تا يبقى باب بعد كده عندنا طا طا اراتو طا اراتو طا ايوة هنا صوت التا هو صوت التا بيتشابه مع صوت التا بس التا صوته قوي طا هنا صوت ايه قوي صوت التا طا طولت صوت التا يبقى بعدها ايه الف مد طا ايه هنا مش الف كسرة هنا ايه همزة على نبرة احنا عندنا الهمزة لها خمس موادع متا اراتو الموضع اللي في كلمة طا اراتو الهمزة هنا اسمها همزة على نبرة طا اراتو طا اراتو تا مربوطة اخر صورة معينا تا تمر تا 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 تمر تا ايوة ما ينفعش يقول تمر ما ينفعش يقول تا تمر هي اسمها تا تمر تا هنا ايه صوتها رقيق يبقى تا تا تمر دي تا مش طا تا تام ميم تمر را احسنتم نبص على السؤال اللي بعده بيقول اكتب الحرف الناقص هنشوف الصورة اللي عندنا وايه الحرف الناقص اللي فيها عندنا اول صورة عندنا دا دراجة دراجة دا دا هنا صوت الدال مش الضاد ناخد بالنا دا دراجة قولنا الدال صوتها رقيق ما ينفعش يقول دراجة ضا ولا دا دا دراجة يبقى هنا حرف الدال عندنا كرة ك كرة ايوا كاف ضمة هي بيتشابه مع صوت ايه القاف بس الكاف صوتها رقيق كرة عندنا ق قلب ق قلب ايوا ق هنا صوته قوي بحرف القاف هو بيتشابه مع صوت الكاف بس ما ينفعش هقول كلب انا ما قلتش دي صوت دي صوت كلب لو انا خليتها كاف هتبقى ك كلب ولا هو صوت ايه ق قلب يبقى حرف القاف عندنا تو تفاحت تو تفاحت تو تو تا على هضمة مش طا تو تو صوتها رقيق تفاحت عندنا اخر صورة زه رات زه 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 رات انا هنا ما طلعتش طرف لساني بقول زه رات يعني مش حرف لسوي وما قلتش ز زه رات ما جبتش صوت الز القوي بنا بقول ايه زه رات زه زه يبقى الزاي اللي هي اخت الراء احسن نبص على السؤال لبعضه بيقول ضع دائرة حول الكلمة التي بها تا مربوطة كلنا عرفنا التا المربوطة اللي بتبقى موجودة اخر الكلمة ما ينفعش تبقى موجودة لا في الاول ولا في الايه في الوسط بتيجي في اخر الكلمة ما بيجيش بعدها اي حروف تاني طيب هناخد بالنا عندنا اول كلمة كلمة حديقة حديقة ايوة هنا فيه تا مربوطة بيت بيت لا هنا فيه تا بس اخر الكلمة بس التا هنا اسمها تا مفتوح بعد كده عندنا تفا حتو تفا حتو ايوة فيها تا مربوطة عندنا وردت وردت تا مربوطة احسنت سا عتو سا عتو ايوة فيها تا مربوطة هرم هرم لا ما فيهيش سي يار رتو سي يار رتو هنا فيه تا مربوطة بعد كده توت توت التا هنا في اخر الكلمة بس التا هنا مفتوحة الكلمة اللي بعدها فرا شتو فرا شتو التا هنا تا مربوطة كتاب كتاب ما سمعناش صوت التا كب باعتو كب باعتو سمعنا هنا في اين اخر الكلمة في تا مربوطة اخر كلمة معنا ولد ولد مفيش تا مربوطة نبص على السؤال اللي بعده بيقول حلل الى مقاطع صوتية هنا عندنا كلمات احنا خدنا سؤال حلل الى حروف كلنا عارفين وفاكرين لما بنحلل الحروف يعني الكلمة بنفك الكلمة عكس ادمج يعني كل حرف الوحد او بنقول نقطع الكلمة كل حرف الوحد هنا مش هنقطع الحرف هنقطع الصوت هنسمع الصوت اللي بنسمعه هنكتبه الكلمة كل كلمة لها ايه لها اصوات قطع 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 كل كلمة لها مقطع والمقطع عبارة عن صوت او مجموعة من اصوات اللي عندنا المد بيبقى معه الحرف اللي قابله المد مع الممدود هم والمتحرك واقف لوحده والساكن مع اللي قابله خلاص يبقى هنقرأ اول كلمة معنا كي تابو نشوف احنا سمعنا كم صوت هنسمع التاني نسمعها مع بعض كي تابو يبقى اول صوت احنا سمعنا كي كي حرف الكاف انا سمعت صوت الكاف كي تا هنا انا سمعت صوت ايه التا معاها الف مد كي تا ايوة علشان انا سمعت صوت التا هنا فيها الف مد معاها الالف المد كي تابو البا الوحد يلا مع بعض كده اقولولي دف دع دف دع اول صوت انا سمعت دف شوف انا سمعت صوت دف بسمعت الضد مع الف بعد كده دف دا 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 انا سمعت صوت الدال دا حرف متحرك يعني متحرك يعني عليه فتحة يبقى اي حرف عليه فتحة او قصرة او ضم اسمه متحرك بيبقى عامل ايه واقف لوحده المتحرك واقف لوحده دف دا اول اول يبقى هنا العين برضو ايه واقفة الوحدة والصوت هنا لوحده انا ما سمعت الصوت معاه حاجة تانية بقى قلت دف دا اول نسمع الكلمة اللي بعديها وتحلوها معي طيور يلا نقسمها الاصوات مش حروف طيور طيور طيب نبص على اللي بعديها شارع شارع نسمع هكده الاصوات شارع يبقى انا سمعت هنا صوت الشين بالالف المد ري يبقى سمعت صوت الراء وهي قسرة عو يبقى سمعت صوت العين وهي عليها ضمة طيب نقرأ اللي بعديها عصير عين صير ع انا سمعت هنا صوت العين عين صير يبقى انا سمعت هنا صوت الصاد مع أهلياء المد عصير يبقى انا سمعت صوت الراء وهي عليها ضمة عاوزاكوا كده تحلوا وترجعوا مع ماما وتذكروا ان شاء الله بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته